الجزائر وعلى غرار العديد من دول العالم قد وضعت قطاع التربية والصحة ضمن أولويات التنمية حيث ترتكز سياستها على مجانية وإجبارية التعليم ستقوم الحكومة بتعمل تقني من البنك الدولي بإطلاق مشروعين لفائدة وزارة التربية الوطنية الأول يتضمن تحسين نوعية التكفل بالطفولة الصغيرة أما الثاني فيتعلق بالتسيير القائم على النتائج وكذا المتابعة والتقييم وتعزيز القدرات والأداء في قطاع التربية الوطنية